السلام عليكم بخوتي تهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ملسى وخوتنا اللي في الغربة فيراتي منيش تحب نزيد نقول لك نوضي الجوار انتع نيجيريا فوتو كوبي اذا فيراتي هذا اسمه رياض محرز لازمك ادير السيناريو تعاود السيناريو انتع مقابلة نيجيريا في مصر هذا هو رياض محرز حطها في القول يا رياضي حطها في القول يا رياضي بطريقة انا او يعني بصراحة اخر مكان كنت نتوقع انه محرز يفوتها بالمير هذي اخر مكان كنت حطوه يا يلو بها يا يحطها بالاكسيريور يا يبعدها يا يضربها بالمير وتدخل يا لكن تدخل داخل المير هذيها اسموها رياض محرز هذا الانتليجون والمخ مخ رياض محرز تفكير رياض محرز اذا مقابلة اليوم اللي تقلق فيها رياض محرز وادى مقابلة ولا اروح كالعادة نسق تصاعدي بعد مقابلة كاربا وجاد مقابلة البي اس جي مقابلة صعبة مقابلة قوية فريق محترم فريق قوي فريقي ضم العديد من النجوم ليس فقط نايمار وامبابي وديمارية ايضا عنده لاعبين رائعي في وسط الميدان اقوية من المستوى العالي عنده لاعبين في الدفاع عنده يعني حارس نافاس حارس سبق لريال مادريد يعني عنده ترسانة قوية من اللاعبين هذا شيء مفروغ منه لكن الشيء الاهم لو نحكو جانب تقنية بداية الشوط الاول كان سيتي غايب نهائيا كأنه فريق اشباح مجموعة اشباح احسن اللاعب من بين السيئين كامل بدون مجملة وبدون عاطفة هو رياض محرس كان يجيب المخالفات كان يتحرك كان يتحرك المهم نقولوه احنا يتحرك كان هو احسن من بين السيئين كامل كان هو الاحسن فيهم هذا في الشوط الاول الشوط الاول الهدف سوء تغطية من المدافعين وهروب ماركينيوس من امام قوندوغان ويسجل الهدف يعني خطأ خطأ جاسيم في التغطية وفي المراقبة حاولت بعض المحاولات المحتاجة ما ممكن المحاولة اللي اكيدة اللي كان يعني وجه لوجه هي محاولة فودان اللي كان صراحة اليوم ما هوش في في نهاره فودان ضيع فرصة وجها لوجه لو انت يعني كنت متأقن لو كانت هذه الفرصة عند رياض محرس كانت هدف تسعين بالمئة خمسة وتسع بالمئة هدف لكن فودان ضيع فرصة لا تضيع. اذا شوطلون سيطارة بالطول والعرض لنادي اه تحكم في الكرة الضغط على المنافس تضيع الكرات العديدة السهلة لنادي خاصة في وسط الميدان بحكم انه بحكم لعبة ثلاث لعبين وسط الارتكاز فيراتي واللاعب ادريسا قاي واللاعب البرتغالي باراديس. اذا سيطرت على وسط الميدان بطريقة محكمة. الشوطل الثاني عرفت استفاقها. استفاقها من اه واضحة وضوح الشمس. استفاقها من نادي مانشستر سيتي. الضغط الضغط الضغط. باريس انجر ما يعتمد على الكرة الطويلة فقط. ولو انه يعني الكرة الطويلة هذي كانت تقريب يعني تجيب هدف ثاني ليقضي على احلام مانشستر سيتي. الهدف الثاني اللي كان يعني كرة طويلة ودايما دايما نفس الاخطاء تتكرر الكرة الطويلة اللي اه نادي اه للضر في العمق الدفاع مانشستر سيتي اللي دايما اذا دايما كرة اللي في العمق اه في عمق دفاع مانشستر سيتي دايما تأثر على المدافعين مانشستر سيتي وبالتالي تكون صعوبات وتكون خاصة نعرف انحنا ثقل مدافعين ستونز وزميلو دياز اللي نوع الماء ثقيل في الحركة إذن بابي اللي يعطي كورة قريبة الفيراتي يعني بضع سنتيمترات ويكون الهدف الثاني اللي راح ممكن يكون يقضي على أحلام من بعدها بدأت العملية بدأت المحاولات الشيء المهم والشيء الأهم أيضا أنه قن دو قن في الشوطلول هو أنا بنسبة ليه هو اللي يعطل نوعا ما اللعب وكان دائما فيه تغلب عليه بعض من الثقل وبعض من الأنانية في نفس الوقت لكن في الشوط الثاني السيتي وهذه مشكلة السيتي هذا الشيء نقطة مهمة السيتي لو تترك الأنانية راح تتوجب شمبيونز ديك لا باري سان جيرما لا ريال مادريد السيتي مشكلتها في الأنانية من الأخر إذن مشكلة ماشيستر سيتي هي الأنانية وفقط قن دو قان لما بدأ يلعب لعب جماعي ويلعب للمجموعة ولاحظنا تغيير في الريتم لاحظنا أن السيتي تحرك الكرة اللي يعطاها المحرز العديد من الكرة اللي يمدها للزملاء ويعني راحت هذيك اللي كما نقوله الأنانية نقص لما قلت من الأنانية السيتي تحرك من بينها اللقطعات التمريرات تعريض محرز مراوغات من بعدها جاءت المخالفة انتع فودان اللي تعبت كرة واحد اثنين بين محرز وفودان والعرق على أنا صراحة لما أبدأ المخالفة وشفت دي بروين قلت راحت للكرة صراحة دي بروين خاصة في منطقة ذيك ما يسدرش يعني دائما تكون رياض محرز لما أخذاء رياض محرز على عادق وتسديد قلت راح تكون كرة خطيرة إلى ما نقول يعني ثمانية تسعي بالمئة هدف لكن طريقة الهدف كما قلت في البداية هي اللي لها كلام كثير طريقة اللي دخل منها الهدف يعني في الجدار داخل الجدار طريقة إلا اسم كرياض محرز هذه من المختصر المفيد بالمختصر المفيد إلا اسم كرياض محرز اللي تقدر تسجل أهداف بالطريقة هذه وفيراتي كان نائم وكان فيه سبات عميق إذن خروج أدريساقاي بالبطاقة الحمراء مستحقة اللي كاد رأثرها يصاب قندوقان إصابة خطيرة جدا إذن خروج أدريساقاي ساعد ساهم في أنه السيطرة تكون كبيرة من قبل المنشاستي على 25-30 متر للدفاع باريسان جرما لكن الشيء اللي ما فهمتوش أنه بعد ما خرج أدريساقاي كنت نتوقع أنه يجازف نوعا ما غورديولا ويدخل جابريال جيسوس كمهاجم راس حربة وممكن يبعد ينقص إما أو ينقص أو ينقص أو ينقص فودان اللي اليوم ما سجرش عاول لكن ما سجرش كان خرج الإطار نوعا ما على الأقل يضغط على الأقل يقبل يسجل ثلاثة هدف صحيح أنه السيتي فاز في هدفين لكن هدفين أنا بالنسبة لي غير كافيين والمباريات شامبيونز ديغ بالطريقة هذه تاعة الكوفيد والملاعب فارغة قادر يرجع باريسان جرما وقادر يسجل هدف أو اثنان إذا كان السيتي غاية ليس في هنا يومه قادر يرجع في النتيجة إذن اتمنيت أنه يعمق الفارق لو عن ما يعني بدل ما يسجل هدفين يسجل ثلاثة على الأقل يلعب الريحية في مقابلة العودة لكن خطوة نقوله خطوة للنهائي لرياض محرز إذن رياض محرز اللي تحصر على علامة الممتازة رجل مقابلة في موقع هوسكورد وأيضا موقع أحسن لعب في موقع هوسكورد وأحسن لعب أيضا في هنيئة لرياض محرز الفوز اليوم وتسجيل هدف يبقى أيضا هدف رائع وإن شاء الله نشوفوه في النهائي وإن شاء الله يسجل في مقابلة العودة في ملعب الاتحاد ومن ثم التأهل للنهائي وإن شاء الله الكأس ذات الأذنين تكون من نصيب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز إذن في الأخير متقنم مع مزمين الفيديوات والسلام عليكم الله وبركاته